استهلال العرب اليوم مشاهدين مع شبكة مراسلين وآخر التطورات ومن السودان سنبدأ حيث تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بينما نددت الأمم المتحدة بمقتل مدنيين في غارة جوية وجددت دعوتها إلى وقف دائما لأعمال القتالية اندلعت الاشتباكات في مدينة بحر شمالي العاصمة بأسلحة ثقيلة وخفيفة ودمر الجيش آليات قتالية للدعم السريع عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي لمزيدا من التفاصيل من الخرطوم ينضم إلينا وائل محمد الحسن مراسل تلفزيون العربي تحياتي وائل برغم انتقادات أنطونيو جوتيريش للقصف الحربي الذي أودى بحياة مدنيين لأن الطيران الحربي لازال يجوب سماء العاصمة فما التفاصيل اليوم؟ نعم ديما الجيش كان قد أصدر بيانا اليوم نفى فيه أن يكون هو من قام بعملية قصف البنازل في غربي أم درمان وقال أن الدعم السريع هو الذي قام عشوائيا بالقصف وأنه يقوم بقصف المنازل بالصواريخ أثناء تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش أما على صعيد الميداني ديما المعارك اشتعلت منذ صباح الباكر تحديدا في مدينة أم درمان حيث قصف الجيش عدة مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع غربي المدينة فيما يسمى بسوق اندهار أيضا قام الجيش بعمليات نوعية في وسط أم درمان كما ذكروا أيضا كانت هناك اشتباكات في محيط سلاح المهندسين أما في العاصمة الخرطوم اشتعلت الاشتباكات جنوبي العاصمة تحديدا في مناطق الكلاكلة والدخينات وما تزال المعارك جارية حتى هذه اللحظة الجيش كان قد نشر صورا لهذه المعارك وأنه قام بالاستيلاء على عدة مركبات حسكرية تابعة لقوات الدعم السريع أيضا قصف الجيش عدة مواقع لقوات الدعم السريع الجنوبي العاصمة الخرطوم أيضا هناك اشتباكات في محيط القيادة العامة منذ عدة أيام حيث تقود قوات الدعم السريع هجوم على القيادة العامة أما في مدينة الخرطوم بحري أيضا الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع والقصف المدفعي على عدة مواقع في مدينة بحري وأيضا غارات جوية قامت بها طائرات تابعة للجيش على مواقع لقوات الدعم السريع تمددت الاشتباكات ديما إلى ولاية شمال كردفان حيث كانت هناك اشتباكات وقصف مدفعي للجيش في مدينة الأبيض ناحية الشمال الشرقي والذي تتمركز فيه قوات للدعم السريع أيضا كانت هناك اشتباكات في طريق بارة بهذه الولاية ونشرت قوات الدعم السريع فيديوهات تقول فيها أنها استولت على عدة مركبات تابعة للجيش هذا هو الوضع الميداني هنا في العاصمة الخرطوم وفي الولايات الغربية للسودان على الصعيد السياسي ديما الأنظار الآن السودانية تنتجه ناحية مدينة انجمينة العاصمة الشادية وأيضا ناحية أديس أبابا العاصمة الأثيوبية حيث تجتمع عدة وفود سياسية وقادة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا في العاصمة الشادية انجمينة برعاية انجمينة وأيضا هناك اجتماع سيلتأم في الغد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وهناك مصادر تتحدث عن سفر وفد للجيش للمشاركة في هذا الاجتماع الذي تقوده اللجنة الرباعية التابعة لدول الإيجاد ومبادرة الإيجاد للمزيد من التفصيلات ديما نتابع التقرير التالي الذي يحوي تفصيلات عن الواقع الميداني والسياسي في أتون حرب ضارية تعيش الكثير من المدن السودانية المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتسعى نطاقها لتشمل مدن وولايات متعددة في مدينة بحر شمال العاصمة السودانية الاشتباكات أعلى أشدها بالأسلحة الثقيلة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني دمر آليات قتالية للدعم السريع غربي الخرطوم حيث أم درمان تتصاعد ألسنة اللهب من جراء تجدد الاقتتال 22 شخصا قتلوا في غارات الجيش على مواقع في المدينة وهو ما أثار قلق الأمم المتحدة وحمل أمينها العام على التنديد بالغارات الجوية التي أوقعت خسائر في صفوف المدنيين الأمين العام كذلك جدد دعواته لأطراف الصراع بالوقف الفوري والدائم لأعمال العنف الجيش السوداني نفى الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلة قواته لم تنفذ أي هجمات جوية على أي هدف في أم درمان على ما يقول المشهد المشتعل هذا امتد إلى ولايات شمال كاردوفان وجنوبها وولاية نيل الأزرق كذلك الأمر الذي دفع الأمين العام للتعبير عن قلقه والتحذير من مغبة اندلاع حرب أهلية طاحنة تتموضع البلاد على حفتها خارج الحدود السودانية المشتعلة يسير حراك سياسي مواز قيادات الأحزاب السودانية وشخصيات مدنية في جولة لدول الجوار تبحث مع مسؤولين في الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا للوصول إلى تهدئة هذه الأخيرة ستشهد اجتماع رؤساء إيقاد مرة أخرى لمناقشة سبل تحقيق السلام في السودان مصر هي الأخرى تستضيف مؤتمرا لدول جوار السودان بحثا عن حل ينهي الصراع فيه ويجنبه خطر حرب ستكون وبالا على الجميع إذن هذه تفاصيل المشهد السوداني لهذا اليوم من ويد مدني أشكرك مراسل تلفزيون العربي والمحمد الحسن